أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم استعداداتنا أتوقع أن الحين بنبلش موسم جديد تاولنا قبل أسبوع عم خلصين الموسم اللي راح بدنيا نتوقع جهزين نفسيا جهزين إن شاء الله ناوي إن شاء الله استعداداتنا أن اليوم أول تمرين لنا حق مباراة الخور ناوي إن شاء الله نبدأ بصورة طيبة والفوز مباراة ريان قبل ثلاث أيام إن شاء الله يكون دافع لنا نقدم مستوى طيب إن شاء الله ونحاول نصحح أخطاء الموسم الماضي ما راح أقول الموسم الماضي إننا يعني لعبين أربع مباريات من الموسم الماضي قبل شهر نحاول يعني أتوقع أننا بناخذها بصورة إيجابية لنا إننا نحاول نصحح الأخطاء اللي وقعنا فيها وإن شاء الله بإذن الله نحاول نبدأ صفحة جديدة وموسم جديد إن شاء الله والله ما في سر يعني ما في سر لكن يعني أتوقع أننا الحين بالذات آخر خمس مباريات الكل ظهر بمستوى طيب مش بس سانة الكل فريق ظهر بمستوى طيب ممكن النتائج ما خدمتنا لكن كفريق الكل شاف حد الكل كان يتكلم على العربي بصورة إيجابية لكن كانت تنقصنا بس النتائج كان بس ينقصنا الفوز وأتوقع إن شاء الله إحنا بداية من مباراة الخور بنحاول نكمل على هالأداء الحين يعني أتوقع أن العربي صار لشكل الحين لعيبة مواطنين لعيبة شباب محمود بنادة جاسم خليفة المالكي الكل الكل يعني عبدالله صليطة كل لعيبة الحين لعيبة الشباب واللعيبة الموجودين سواء محترفين أو مواطنين نحاول نساعدهم صار لنا شكل في الملعب فإن شاء الله إن شاء الله الأداء مش بس أحمد فاتحيلا بالعكس أداء كل اللعيبة كان متطور نفس ما الكل شاف فبإذن الله بداية من مباراة الخور نحاول نبني على هالشي ونكمل إن شاء الله ونحاول نساعد جمهورنا إن شاء الله جمهورنا أدري إن الجمهور محبط من المركز لكن أنا أحب أرسل لهم رسالة من هالمنبر إن أقول لهم يعني أنتوا حاولوا إن آخر فترة تاخذون الأشياء الإيجابية اللي صارت في الفريق أدري إن النتائج مش هي اللي أنتوا تطمحوا لها ولا إحنا نطمح لها لكن أتمنى إن نتأخذون الأشياء الإيجابية تشوفون شكل الفريق تشوفون إن الفريق صار لهوية تشوفون اللعيبة الشباب اللي طالعين وإن شاء الله اللعيبة الشباب الجايين لكن بعد مش هاي الطمح بعد إن بس نطلع الأيبة شباب لا هم ينطرون النتائج والبطولات إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أنا وعدهم إن شاء الله إن هالموسم بيكون غير وإن شاء الله إحنا عندنا نصف نهائي كاسمو الأمير عندنا نهاء يريدو إن شاء الله إحنا قاعدين نلعب على بطولتين وبإذن الله بداية الدوري إن شاء الله نحاول نظهر بصورة طائبة إن شاء الله وبإذن الله نحاول نحاقل طموحاتهم إن شاء الله طموحنا إن نحاول نوصل حق الهدف اللي كنا نطمح له الموسم اللي راح اللي هو الكل يعرف إنه نوصل لشامبزليج نوصل لشامبزليج سواء تقدر توصل لشامبزليج إنك تاخذ كاسمو الأمير إن إحنا قاعد نافس عليه الحين أو إن نكون إن شاء الله في مركز يرضي طموحاتنا وطموحات جمهورنا إن شاء الله الموسم الجديد بإذن الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر